موسيقى موسيقى أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان قبل ما أبتدأ في الحلقة جميعنا نشاهد الأخبار والأحداث في الشرق الأوسط الحرب الدائرة إسرائيل مع حماس يؤسفنا طبعا أن نشوف الكم الهائل من الأبرياء والقتلة من نساء وأطفال ورجال وطبعا مدنيين وهذا طبعا شيء محزن وشيء مؤسف جدا نحن نعرف أن يسوع المسيح مكتوب عنه أنه هو رئيس الحياة الشيطان هو المسبب الظلمة والموت والإرهاب أيضا في كل مكان وهذه الحرب ما فيها رابح أو خاسر كل اللي بيتأثروا من الحرب هم من المدنيين ومن الأشخاص الأبرياء اللي بتدفع الثمن نحن نصلي اليوم أنه رئيس السلام يعم بالسلام في بلادنا وفعلا يمكن جربنا كل شيء شو رايك نجرب نتبع تعليم يسوع المسيح؟ أنا بصلي أنه الرب يعز كل العائلات اللي فقدوا أحباءهم على الطرفين طبعا ونصلي أيضا باسم الرب يسوع أنه يشفي كل الجرحة وكل المتألمين وكل المتضررين ومنصلي أن يكون في حل نهائي كامل وأنه فعلا تبنى البيوت وتعمر وأنه مجد الرب وفرح الرب وسلام الرب يملأ كل بلادنا الغالية العزيزة جدا على قلوبنا من هذا المكان باسم برنامج ليكنور من خدمة نور لجميع الأمم منحب أنه نعزي كل اللي فقدوا أحباءهم وفي نفس الوقت بحب تعرفوا أنه أنتوا في فكرنا في محبتنا وفي صلواتنا أيضا وبصلي أنه الله يجيب الحل الكامل وإنهائي في هذا الموضوع ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل لأقدم موضوع وضيف الحلقة ترجمة نانسي قنقر أهلا أحباءنا مشاهدينا يصرنا أن أستضيف ضيف الحلقة دكتور أسامة عاطف كان معنا في الأسبوع الماضي وفي هذه الحلقة رح نتكلم عن آية اللي هي عبارة عن نبوة نبوة إشعياء النبي تنبأ عن هذا أو عن مجيء المخلص والفادي أكثر من 700 سنة قبل ولادته والآية اللي رح نتكلم عنها يدعى اسمه عجيبا وهذا موضوع حلقتنا أهلا وسهلا أهلا دكتور أسامة عاطف أهلا بحضرتك وبالمشاهدين كله نحن فرحانين أنك تكون معنا وأنت أصبحت يعني مش ضيف أنت من المكان ربنا يباركك ويبارك خدمتك شكرا طبعا حديثنا وتركيزنا رح يكون على الآية اللي هي من سفر إشعياء إصحاح تسعة والآية ستة إذا بتحب أنت تقرأها وبعدين أنا رح أسألك عن هذه الآية لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرياثة على كثفه ويضعث مه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام آمين آمين طبعا هذه مواصفات يعني رائعة جدا والأعجب في الموضوع ما هو يدعى اسمه عجيب الأعجب في الموضوع أنه ابوه بتتكلم بالتفاصيل الدقيقة عن شخص وهوية ربنا يسوع المسيح شو رأيك في هذا الموضوع يعني لو حبينا ندي بإيجاز شديد ما تكلمه ما تكلمنا عنه هذه الآية بيقول يولد لنا ولد وبيقول عن هذا الولد إلها قديرا هل الله العظيم دونما حدود من الممكن أن يأتي مولودا من أمرأة وده الحقيقة اللي شفنا تتميمه وتحقيقه في شخص المسيح في العهد الجديد الإثم الخماسي اللي قدامنا عجيبا مشيرا إلها قديرا أبو الأبدية رئيس السلام نقدر نشوف في كل ما يخص المسيح من أول مولده إلى مجيئه يعني عجيبا في ميلاده العذراوي مشيرا في موته لحل مشكلة الخطية إلها قديرا في قيامته لما انتثر على أوجاع الموت لم يكن من الممكن أن يمثك من الموت أبو الأبدية وجوده دائم الآن بعد الثعود وجلوثه في يمين العظمة في الأعالي رئيس السلام مجيء بالمجد والقوة هذه الآية أعطتنا ملخص كامل عن كل ما للمسيح في العهد الجديد يعني من المهد إلى المجد من المهد إلى المجد والصعود إلى السماء برضو يعني أنا عاوز أسألة خلينا نأخذ الشطر الأول مكتوب يدعى اسمه عجيبا إذا ممكن يعني تحكي لنا أو توضح لنا هذه الفكرة عجيبا نعم إن اسم عكيب هو اسم مختص بالله نعم يعني لما منوح تقل ملاك الرب في العهد القديم في تفر القضاء منوح بس اللي هو بيكون أبو شمشون أحد قضاء إسرائيل الشهرة هي لشمشون يمكن نعم شمشون أشهر بما لا يقش شمشون قبل مولد شمشون أمه وأبوه ما كانوش بيخلفوا أولاد وظهر ملاك الرب لإمرأة منوح اللي هي أم شمشون وقال لها إنك هتجيبي ولد الولد دوت يكون نذير لله وحطوا لهم الشروط الواجب إنها تكون موجودة في شمشون طبعا من ضمنها لا يعلو شعره وموثا وعلشان كده شمشون النذير ما يشربش المسكر ما يشربش الخمر ولا يتنجف بميت مفبوط ومنوح ثقل ملاك الرب إثمك إيه علشان لما يتم اللي انت كلمتنا به نكرمك قال له لماذا تسأل عن إثمي وهو عجيب فمن المفترض إنه هذا الشعب يعرف يعني إيه يضع إثمه عجيبا هو الله بكل ما تحمله الكلمة من معنى لكن هنا بيقول عن هذا الإله العجيب إنه يولد يولد لنا ولد ونعطى ابنا ويضع إثمه عجيبا هل من الممكن أن يحدث هذا الإجابة هنا مقترنة ومرتبطة بقدرة الله هل إن أراد الله أن يأتي في هيئة البشر يستطيع الإجابة بكل تأكيد نعم نعم وطبعا لما بيتكلم عن هذه الولادة نشوف التتميم في سفر في رسالة غلاطية أربعة أربعة مكتوبة ولكن لما جاء من الزمان الكيفية أرسل الله ابنه مولودا نعم لأنهم تشوف يولد لنا ولد ونعطى ابنا يعني بتتكلم عن التجسد طب ذكرت الميلاد العذراوي نعم وهذا الميلاد اليوم طبعا للأسف 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 مرة تانية وبكررها للأسف إنه فيه هجوم كتير بهذه أيام وأراء كتير حول الميلاد العذراوي وضح لنا فكرة الميلاد العذراوي الميلاد العذراوي لا ينكره من هم خارج المسيحية يعني فيه كتير خارج المسيحيين من أصدقائنا وأحبابنا لا يمكن أبدا ينكروا الميلاد العذراوي المسيح أتى من عذرا لكن المعلمين الكذبة اللي داخل المسيحية هم اللي بيحاولوا إنه هم يفثروا الميلاد العذراوي بطريقة علمية لا بطريقة معجزة أو منطقية بطريقة منطقية علمية يقول لك تمه ممكن تكون البويضة من جثد العذراء خطبت نفتها أمور يعني لا يوافق عليها علم ولا يقبلها منطق نقدر نقول العلم الكاذب الإذن لكن حقيقة الأمر جثد المسيح في بطن المطوبة مريم كونه الروح القدس وده اللي كان كلام الملك للمطوبة مريم الروح القدس يحلوا عليك قوة العلي تظل لك لذلك القدس المولود منك يدعى ابن الله فجثد المسيح لم يتكون إلا بعمل روح قدس وعلشان كده هو مش من التراب ولا يمثل التراب الثلاث المسيح مش مجرد إنسان كآدم قبل الثقوط لكنه أعظم بما لا يقاف لأن آدم خلق من تراب أما المسيح يقول عنه بولت في كورنسس الأولى خمستاشر الإنسان الثاني الرب من التماء آدم ترابي الرب له كل المجد الثماوي وتكون جثده في بطن المطوبة مريم بمعجزة تناعها الروح قدس يعني هنا في كلمتين يدعى اسمه وكلمة الاسم بالمفهوم اليهودي هذا مهم جدا لليوم اليهود مثلا لا يذكروا الاسم يعني أو بحاوله يعني نقول يبرموا حول الاسم مثلا الشيء الدارج مثلا بعزرات هشيم مثلا بمساعدة الاسم الاسم المقصود يهوى المقصود الله ولكن هون يدعى اسمه عجيبا كلمة عجيب هي تختص بالألوها في يسوع المسيح من كلمة بيلي اللي هي عجب أو شيء يعني خارج عن الإدراك شيء معجزي مش محدود بعمل إنساني ولكن بعمل إلهي اللي ذات العجب أنه في شغط المسيح الطبيعة الإلهية الكاملة والطبيعة البشرية الكاملة يعني هو إله كامل وإنسان كامل في ذات اللحظة وده عجيب لولا إنه قدم البرهين الكافية عن ألوهيته ولولا شفناه كإنسان في هيئة البشر ما كناش نستطيع أن نعلن هذا الإيمان لكن حقيقة الأمر هو الله بكل ما تحمله الكلمة من معنى اتخذ جثد وثار في هيئة البشر وبقى إنسان برضو بكل ما تحمله الكلمة من معنى اتحاد الطبيعتين معا يخليني أقول عجيب يعني أنا إذي أقدر أفهم كونه إنسان موجود في مكان ما يعني وقته وجوده في أرشاليم ما كانش موجود في النصرة وقته وجوده في النصرة ما كانش هربان في أرض مصر هو موجود في مكان ما لكنه كإله موجود في كل مكان يقول لني قديموس ليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء ابن الإنسان الذي هو في السماء تيجي أنت تقول لي إذي هو كإنسان موجود في مكان محدد وكإله موجود في كل مكان أقول لك عجيب لا وفعلا كل شيء بيتعلق في يسوع المسيح هو عجيب إلى طبعا بكل معنى الكلمة يعني لكونه حكيب موقف الناس منه تداربت من أقصى اليمين إلى أقصى اليسر يعني بعض الأقرباء في إنجيل مرؤث قالوا أنه مختل وبعض غير المؤمنين قالوا ببعض لذبول رئيس الشياطين يخرج الشياطين الكتب والفريسيين قالوا سمعنا أن هذا المضل قال أنه سيقوم في اليوم الثالث يعني دي الأراء الثلبية مختل رئيس برئيس الشياطين يخرج الشياطين مضل اللي خدوا الجانب الأوثط قالوا نبي ربما المعمدان قام من الأموات أو أرمية أو واحد من الأنبياء بطرس قالوا أنت هو المثيح ابن الله الحي فشوف تضارب الأراء من حول هذا الشخص لأنه عجيب المشكلة أن موقفك من شخص المثيح سيحدد حتما مطيرك الأبدي فحتى لو أنت عندك رأي إيجابي عنه زي ما فينات كتير حوالين العالم بيعتبره مصلح رائع بيعتبره معلم قدير بيعتبره نبي عظيم كل هذه الأراء لن تفيدك لن يفيدك إلا الإيمان بشخص المثيح بيعتبره ابن الله الحي هو دوة اللي يضمن أبديتك مع أنه كل اللي ذكرته المسيح متفوق نعم ما فيه معلم أفضل من يسوع رحيح ما فيه واحد صنع معجزات أكثر من المسيح شخصيته كماله أخلاقياته كلها بتعبر أنه شخص متفوق لأنه جاء من السماء طبعا طبعا لكن الإيمان بأنه هو الله الظاهر في الجثد هو الإيمان القويم والمخلص نعم آمين آمين فإذن يدعى اسمه عجيبا والكلمة الثانية مشيرا نعم اتفضل مشيرا يعني إن كنا بنشوف زي ما قلنا في مقدمة الحلقة في عجيبا مولده وفي مشيرا موته فالحقيقة إنه كان في معضلة مش من ثنع البشر هي معضلة حقيقية الله كلي العدل الله كلي القداثة الله لا يرتضي أبدا بأنه يكون الحكم على الخطيئة أقل من الموت يقول لنا الكتاب لأن أجرة الخطيئة موت وقال آدم يوم تأكل منها عن الشجرة موتا تموت فالله العادل لابد أن يتخذ العدل مجره ولابد أن يكون هناك قصاث ودينونة على هذه الخطيئة ما نقراش أبدا أن أجرة الخطيئة أعمال حسنة يعني أنا أعمل الخطيئة وأعمل عمل حسن ودي تشيل دي ده مش في مفهوم الله ولا حتى في مفهوم البشر يعني لو أنا ارتكبت جناية أروح أقول للقاضي طيب أدي تبرع للدولة ودي تشيل دي أعتقد ده غير مقبول لا إلهيا ولا بشريا فالله عادي طيب لكن الله رحيم الله محب الله غفور الله بيحب الإنسان هو خلقه علشان بعدله يحكم عليه أنه يموت وهنا عاوزين الثفات الله الكاملة لأن البعض مثلا يتخيل أنه رحمة ربنا فائت عدله يعني هي رحمة ربنا فائت عدله يعني لو رحمته فائت عدله ورحمته 100% يبقى عدله كم في المية؟ 99%؟ يعني ظالم بنسبة 100%؟ حاشا الثفات الله كلها مطلقة هو رحيم في المطلق وعادل أيضا في المطلق كيف يتعامل الله؟ العادل من ناحية والرحيم من ناحية مع هذا الإنسان اللي أخطأ هنا يأتي دور الرب باعتباره مشيرا هو اللي كان عنده حل هذه المعتلة وبقى فيه الطليب المثيح الله عادل تماما ورحيم تماما وعلشان كده يضع إثمه عجيبا مشيرا ويعني أنت بتتكلم بنفس سفر شعياء مع أنه أنه بيكلم الملك أحاز ملك شرير ولكن رفض مشورة الرب نعم منشوفها في شعية 7-14 السيد نفسه يعطيكم آيها العذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عم نويل الله معنا نعم بعدين منشوف أنه كأنه بيرفض هذه المشورة فبيتكلم عن الشخص اللي هي فيه روح الحكمة روح المشورة بيكمل في إشعياء في إصحاح 11 مكتوب عن يعني واحدة من أسماء المسيح اللي هي الغصن ويخرج قضيب من جدع يسة صحيح ويثبت غصن من أصوله ويحل عليه روح الرب نعم روح الحكمة والفهم روح المشورة والقوة روح المعرفة ومخافة الرب فإذا منشوف أنه المشورة مثل ما ذكرت حاضرتك أنه هو هو الحل لأكبر معضلة لأكبر مشكلة لهي الحل لمشكلة الخطية في التناغم والانسجام بين عدالة الله وبين رحمة الله فقط في يسوع المسيح ما كانش ممكن تكون في أي شخص آخر الشاهد اللي حضرتك أشارت إليه في إشعياء 11 يحل عليه روح الحكمة والفهم روح المشورة والحقيقة من حكيم مثله كانوا معلمين اليهود مثلا بيحياروا كتير من أتباعهم فأي وصية هي العظمة لكن واحد من النامثيين لما لقى الرب بيجيب عن كل الأسئلة بحكمة رح توجه بهذا السؤال للرب المشير قال له أية وصية هي الأعظم قال له تحب الرب إلهك من كل قلبك من كل فكرك من كل نفسك من كل قدرتك والثانية مثلها شوف الحكمة ما بيقولش والثانية بعدها والثانية مثلها تحب قريبك كنفتك فكان الرب الحكيم المشير اللي كانت أقواله هي علاج لكل مشاكل الإنسان عبر الزمان أنا بتخيل لو الناس النهاردة اتخذت قرار طبعا ده تخيل يعني مش هيتم في هذه الأيام احنا فيه ضمان رفض المثيح لكن تخيل معي لو كل البشر في كل العالم اتخذوا قرار باتباع نصائح ووصايا هذا المشير الحكيم يبقى شكل العالم شكله إيه فالحقيقة هو المشير إنه كانش كل العالم حيتخذ من المثيح مشير أنا أقدر بشكل فردي ومشاهدي الكريم يقدر بشكل فردي يتخذ من المثيح المشير ويتقي الحكمة من نبع الحكمة لأنه قال عن نفسه في تفر الأمثال أنا الحكمة أتكن الذكاء إن كان حد تعوذه حكمة ويطلب من الله وأعتقد ما فيه حكمة لإنتان إلا أنه يطبع خطوات المثيح المكتوب عنه المذخر فيه جميع كنوذ الحكمة كنوذ الحكمة والعلم نعم مجدنا للرب الشيء الثالث المذكور في نفس الآية احنا قلنا يدعى اسمه عجيبا نعم مشيرا أي والشيء الثالث إلها قديرا وهذا بيتمشى مع نبوة ميخة الذي يولد في بيت لحم هو الإله مكتوب عنه مخارجه منذ القديم منذ أيام الأزل وهون مش نص إله كما يظن البعض نعم ولا ديمي جاد مثل الأساطير اليونانية كأنه يعني بيرتكبوا مثلا الزنة الله ما عندهش صاحبك الله ما عندهش ولد ولكن هون إلها قديرا ها بفسر الآية يولد لنا ولد في ملء الزمان نعطى ابنا عطية السماء وهي العطية هو الإله القدير تفضل البعض أنه إحنا كمثيحيين اللهن المثيح يعني هو إنسان تم تقليهه والحقيقة مش كده أبدا حاشا أنا فرحان أنه هذه الأقوال يولد لنا ولد ونعطى ابنا تكون الرياضة على كتفيه يضعث ماهو عجيبا مشيرا إلها قديرا أنت ما تقرأش كلام ده في إنجيل متى أنت بتقرأه في نبوة أشعية تقول لي تفرق أقولك تفرق لو أنت بتقرأ آية ذي كده في إنجيل متى تقول متى واحد من ضمن تلاميذ المثيح ادعى ألوهية المثيح لكن أشعية هذا النبي الإسرائيلي المعترف به من كل اليهود اللي بيشهد عنهم التاريخ وبتشهد عنهم أقوال الله أنه رغم شرورهم الكتيرة إلا أنهم كانوا أمناء في حفظ كلمة الله لما يقول لنا ما هو فضل اليهودي بول الثئول كثير على كل وجه أما أولا فإنهم أؤتمنوا على أقوال الله وحقيقة إنهم أؤتمنوا على أقوال الله لم يبدلوا في هذه الكلمات لا والتأكيد كمان يعني مخطوطات قمران اللي اكتشفوها مظبوط في 1947 مخطوطتين كاملتين لإشعياء تتمشى كلمة مع كلمة الموجودة بين إيدينا وهذا بدل على الشيء بدل على الصدق الوحي وأنه الله ساهر على كلمته ليجريها شرفني الرب بإني شفت هذه المخطوطات اللي حضرتك بتتكلم عنها وعرفت إنه تاريخة من 100 قبل الميلاد أو أقدم 150 لـ 200 قبل الميلاد مفبوط أو أقدم ولما سألت هل النبوة أشعياء عندكم كاملة قالوا كاملة الحقيقة أنا كان عندي شغف أسأل على أشعية 53 فقلت أشعية 53 لأنه بيتكلم عن موت المسيح وصلب المسيح وقيامة المسيح موجود قالوا لي موجود بالكلمة والحرب فهم أؤتمنوا على أقوال الله إذن قلوهية المسيح مش تعليم أدخله المسيحيين لكن ده متنبأ به ومش بث في أشعية حضرتك أشرت إلى ميخة وكل نبوات العهد القديم اللي بتتكلم عن شخص المسيح تمت في هذا الشخص في مجيئه الأول وهناك أيضا نبوات بتتكلم عن مجيئه بالمجد والقوة وإن كان تمت النبوات اللي تخص مجيئه الأول هتتم أيضا النبوات اللي تخص مجيئه التان الحقيقة هو إلها قديرا أدن براهين يعني هو مثلا لما كان كإنسان في مؤخر السفينة نائما أنت قدام إنسان بكل ما تحمله الكلمة من معنى أيقظوه التلاميذ وقالوا له يا معلم أما يهمك أننا نهلك هنا إلها قديرا يأمر الأمواك والرياح بأن تهدأ ويثير الهدوء وهنا يأتي عجب التلاميذ من هو هذا حتى الريح والبحر يضيعانه من هو هذا هو هذا الإله القدير عند قبر العذر كإنسان يبكي هو الشارك البشر ألامهم أحذانهم يمكن حضرتك قدمت التعاذي وإحتفنا العميق بالجرح لكل الأبرياء اللي قتلوا في هذه الأيام الثعبة الرب لما كان هنا بكى عند قبر العذر مشاركة لمريم وللعائلة بكاءهم هو إنسان يشعر بكل ما نكتث به من ألام وضيقات وأحذان جرب كل هذه الأمور وكل هذه الأوجاع لكنه أيضا إله قديرا يقول العذر هلوم خارجا الحقيقة في الجناذة إله قديرا في الجواذة إله قديرا فكانت أول معجزة لي في عرض قانا الجليل هذا الذي حول الماء إلى خمر الحقيقة هنا بنشوف هذا الشخ العظيم عنده قدرة على الطبيعة الرياح والبحر ويأتي ماشيا على المياه الكثيرة عنده قدرة تهذم الموت فلم يقف الموت أمامه عنده الإمكانيات الإلهية وكمان عنده الأمجاد الإلهية يقبل الثجوت يعني شاف مرة عشرة رجال من البرد وآتى شخص يثجد أمامه لا لو نبي عظيم ولا حتى لو رئيس ملائكة زي ما شهود يهوى ادعوا ما كانش قبل الثجوت مش بث البشر اللي رفضوا الثجود ليهم بولث وبرنابة لما حاولوا يقدموا ليهم الثجود مذقوا ثيابه ما احنا احنا بشر طب ولما يحنا حب يثجد أمام الملاك هل الملاك قبل الثجود قال له اوم انا عبد مثلك ومثل باقي اخواتك فلا البشر يقبلوا الثجود ولا الملايكة يقبلوا الثجود اذا هو مش مجرد انسان ولا حتى رئيس ملايكة زي ما بيدعي شهود يهوى لكن هو الله الظاهر في الجثة لما اتى هذا الرجل دون التسعة الباقين ليقدم الثجود الرب ما قالوه انت ليس العشرة قد طهروا اذا فأين التسعة يعني انت عايز الكل يثجد ليك اه طبعا لانه هو الله اللي بيقبل الثجود لو هنتكلم عن الها قديرا يعوذنا كتير جدا جدا من الوقت عشان نتكلم عن الوقت الاية بتمشي مع نبوة ميخال اصحاح الخامس والاية اتنين انه هو اللي رح يولت في بيت لحم هو الاله الازلة وبتمشي مع الاية في سفر الامثال التي تقول من صعد الى السماء ونزل بعد يقول ما اسمه وما اسم ابنه انعرفت فاذا في النبوة من العهد القديم انه دا مش فبركة ولا اختراع المسيحين وحبيت لما ذكرت انه انه المسيح هواش انسان واحنا قاله هنا لو عملنا هذا الشيء هذا تجديف ده هو الله وتجثت يعني المسيحية تنادي بإله تأنث لا تنادي بإنسان تألح نعم إنسان تألح هل يقدر إنسان يتألح الإجابة لا لكن إله تأنث إله أتى في هيئة البشر هل يستطيع على الله أن يأتي في هيئة البشر قول لا يستطيع من يقدر يقول عن الله لا يستطيع نعم والكلمة واضحة الجبور إله جبار إله قدير نعم فإذن يعني مش نص إله ولا ده في الشعياء سبعمائة وشوي سنة قبل 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 الميلان احنا وحنا بنحكي عن عجيبا قلنا انه عجيب فيه اتحاد طبيعاتي طبيعته البشرية وطبيعته الإلهية وهنا بيقول يولد لنا ولد وبمعنى كده بتكلم عن طبيعته البشرية يضع ثمه إلها قديرا هنا بيتكلم عن طبيعته الإلهية الطبيعتين دول لما اتحدوا مع بعض بغير اختلاط لم يغير الطبيعة الإلهية في الطبيعة البشرية شيء ولم تغير الطبيعة البشرية في الطبيعة الإلهية شيء تقول لي يعني اه اقول لك يعني هذا المدعو إلها قديرا هذا الشخص العظيم إلها قديرا لما اتخذ جثد هل بقى إله درجة تانية لأنه متجثد الحقيقة لا طيب وهذا الجثد هل بقى ثوبارمان لأنه الطبيعة البشرية متحدة بالطبيعة الإلهية الإجابة برضو لا يعني الطبيعة الإلهية لم تغير في الطبيعة البشرية شيء فالجثد ما بقاش ثوبارمان والطبيعة البشرية لم تغير في الطبيعة الإلهية شيء فهذا الإله ما بقاش إله درجة يعني مش ففتي ففتي مش خمسين في المية مية في المية مية في المية إله كامل إنسان كامل في اتحاد كامل وهذا ما نؤمن به كمسيحين وحلو أن نحن نبقى فاهمين أنه هذا الاتحاد يظل إلى الأبد يعني هو مش مثلا تجثت 33 سنة وثلث وبعد كذا الحكاية انتهت لأ ده لما قام من الموت بجثة الممجد واحتفر بجثته في جثته الممجد بأثار الصليب ويظلها كذا إلى أبد الأبد سيأتي يعني بمجد عظيم كما يقول الكتاب المقدس نعم الكلام حلو معك دكتور يبركك رف أخي نذار يمكن هذا الموضوع أثار تساؤل معين في حياتك مش غلط الكتاب المقدس يسير بتناغم بتسلسل واضح ما يفيوش فكر الأسطير ولا أي أفكار تانية كل كلمة نقية واضحة فلا تزيد على كلماته ولا تنقص من كلماته واللي بحاول يحرف في كلماته الله بزيد عليه الدينونة كما يقول الكتاب المقدس لكن مدعو أنت أنك تبحث تسأل وبصلي أن روح الله يعلن ويغير فكرك عن هذا الموضوع عندها ستكتشف هذا الشخص العجيب اللي صعب وصفه سواء في هذه الحياة أو في الأبدية سنظل نتعجب من هذا الشخص العجيب ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشعياء عن شخص هوية يسوع المسيح الآية ستة مكتوب يدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا ورح نكمل بالآية بعد قليل ولكن اسمحوا لي بالأول أخذ مكالمة معانا الأخت مريم من مصر أهلا وسهلا أهلا وسهلا أخت مريم أنت معانا على الهواء أهلا بحضراتكم سلام المسيح على حضرتك سلام المسيح على الجوف شكرا لك شكرا لك على لي سؤال للحلقة عندما كان المسيح في بطن أمه وعندما كان في القبر ما كان يحكم الكون وإن كان هو في الآب والآب فيه هل يعني أن الآب دخل القبر سؤال كتير كتير حلو خليك معنا تسمع الجواب يا أخت مريم هذا سؤال بصراحة دائما بيسألوه أحباءنا المسلمين يعني في بطن المطوبة مريم أو في القبر من كان يحكم الكون نعم أنت وضحت شوي بالفكرة طبعا وضحت وضحتين احنا قلنا في اتحاد الطبيعاتين في شخص المسيح الطبيعة البشرية ما غيرتش من الطبيعة الإلهية حاجة يعني المسيح وهو بيكلم نيكو ديموث بيقوله ابن الإنسان الذي هو في السماء طب هو على الأرض وفي جثد المسيح بيحل كل ملء اللهوت جثديا ولكني خليني أقولك أنه طبيعته الإلهية في كل مكان وطبيعته الإلهية لا تموت فعندما مات المسيح وقبر وكان في القبر ويحل في الجثد كل ملء اللهوت إلا أنه ما كانش لهوته محدود في هذا الجثد بدليل أنه قال للف مش بعد ثلاث أيام لما أنا أقوم تكون معايا في الفردوث إن شاء الله ما حصل شيك لكن قال له اليوم تكون معي في الفردوث إذن لما كان في بطن المطوابة مريم وبيحل في الجثد كل ملء اللهوت كان الله في ثلاث أقانيمه هو اللي بيحكم الكون ولما كان في القبر كان الله في ثلاث أقانيمه هو اللي بيحكم الكون والجسد محدود ولكن اللهوت غير محدود الجفت يموت لكن اللهوت لا يموت يعني احنا بنتكلم عن شخص كجسد هذا حاجب يعني بس ولكن اللهوت غير محدود مالء السماوات والأرض وبالدليل يسوع قال حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي هناك اكون في الوسط في كل مكان في كل زمان ان شاء الله في مليار اجتماع حيكون حاضر في المليار اجتماع مش محدود في مكان أو زمن يعني بنعمة الرب يكون لنا حلقة مع بعض نتكلم فيها عن ثفات الله الطبيعية اللي ظهرت في شخص المثيح اللي كان كلية الوجود كلية المعرفة كلية الثلطان لا يعتريه تغيير ولا ظل دوران بنعمة الرب عن قريب هتكون الحلقة يعني الجواب كمان لأختنا مريم انه يدعى اسمه عجيب عجيب في الاتحاد طبيعتين يعني الطبيعة البشرية والطبيعة الإنسانية وهذا طبعا هذه الآية تختص فقط بيسوع المسيح وبشدد على هذا الموضوع لأنه طالما ذكرناه في سؤال وصلنا عن سؤال عبر الإيميل نعم من الذي قال أن هذه النبوة هي عن يسوع من اللي قال أن هذه النبوة عن يسوع خليني أقول لك وإن ما كانتش عن يسوع تكون عن مين عن مين يعني من هو العجيب المشير الإله القدير أنت بذل لما تتثاؤل مين اللي قال لنا النبوة دي عن يسوع أنا عايزك تتثاؤل كيف تكون هناك نبوة تقول يولد لنا ولد يدعى اسمه إلها قديرة يعني هو الله ويتولد والحقيقة ما فيش إجابة إلا في شخص المفيحة يعني في كل التاريخ ما في أي شخص تمت فيه هذه النبوة إلا يسوع ده يسوع وهو في بطن المطوابة مريم تم الثجود ليه من قبل المعمدان وهو في بطن ألي الثبط نعم وهو قبل الثجود زي ما قلنا من الرجل الأبرث اللي تم تطهيره ومن المجوث وقبل الثجود من المجوث وهو طفل عند مولده وقبل الثجود من تومة لما سجد وقال ربي وإلهي بعد قيامته هذا هو الإله المعبود اللي بكل تأكيد النبوة دي كانت عنه بالتأكيد بالتأكيد بعدين هو يعني بالجزء الثاني من السؤال ثم أليس يسوع رب وإله العهد القديم والجديد فكيف يتنبأ أحد عبيده عنه أو يحتاج الإله عن من يتنبأ عنه من البشر مخلوقاته أليس هذا مستحيل هو الحقيقة أنه الله يتكلم الأباء بالأنبياء يعني هو الله يتكلم للإنثان إلا عن طريق الأنبياء وهنا أشعية بيتكلم عن هذا الإله الله يتكلم الأباء بالأنبياء بجزئيات يعني تقدر تاخد فكرة عن محبة الله من نبوة عن قدرة الله من نبوة أخرى عن حكمة الله من نبوة تالتة إعلانات جزئية تكلم بيها الأنبياء عبر التاريخ إلى أن كلمنا الله في هذه الأيام الأخيرة في ابنه تكلم الله بالأنبياء فهنا الأنبياء قنوات نقية لتوثيل الله للبشر المسيح ما كانش كت لكن في ابنه لا وبعدين الله كمان بيعمل من خلال التاريخ يعني هاي النبوة لا يمكن أن تتم إلا في شخص يسوع لماذا؟ لأنه بقول الكتاب ولكن لما جاء ملء الزمان ملء الزمان يعني المسيح لم يولد في أيام الأشهريين ولا البابليين ولا حتى اليونانيين ولا في العصر الحديث ولا في العصر الإسلامي ولا في أي فترة ولد في أيام اللي فيه فعلا إشي عجيب القوة الرومانية من الأصدر أمر أنه يكتثب كل المسكونة أغسطس هيروجس الكبير اللي قتل أطفال بيت لحم في توقيت يعني كان لازم تتم في الأيام اللغة اليونانية كانت اللغة الرسمية اللغة اليونانية اللي كانت منتشرة منها الترجمة السبعينية واللغة الرسمية كانت اليونان ثم بعدين كان لازم شعبي يكون ينتظر المسيح ما كان فيه شعب إلا في أيام الرومان اللي كان عندهم التسامح الديني سمحوا لليهود أنه يمارسوا العبادة وهيرودوس بنى الهيكل أو يعني وصعوا ورمموا وكبروا وعملوا أحسن مبنى حتى يقدموا الذباح ما كانش ممكن إلا في هاي الفترة تتم كلها في هذا الوقت المعين من الله بختطار قبل كده مش مناتب بعد كده مش مناتب هي النقطة المحددة من الله بالزمن بالزبط أن هذا لا تطبق إلا على الرب يسوع المسيح لأنه ما فيه أي نبي يعني أصلا داما بقول عيب أنه نقارن يسوع في أي شخصية أخرى يعني واحد بخجل يعني أنك تقارن يسوع المسيح مع أي شخصية أخرى فكرتني ببطرث لما قال في جبل التجلي جيد يا رب أن أكون هاي هنا نطنع ثلاث مظال لك واحدة لموسى واحدة لإليا واحدة وحط الرب في الأول يعني مش في الآخر وحط معاه موسى وإليا هل ده كان لائق أنه يتحط الرب يسوع المسيح بجوار موسى وإليا يقول لنا الكتاب أنه جه الثوت من التمى هذا هو ابن الحبيب مش هؤلاء هم أبنائي وعبيدي وأنبيائي هذا هو ابن الحبيب الذي به الثرير له ومع أنه إحنا بنتكلم عن موسى وإليا موسى يعني أعظم شخصية لا تقارن مع أي نبي أخ آخر في الوجود يكفى أن نقول الشريعة اليهودية لا تقارنها بأي شريعة أخرى إليا لا نستطيع أن نقارن النبي إليا بأي نبي آخر ومع كل هذا وفعيدة حيا أيوة ومع كل هذا الرب يسوع قال لم يقم من بين المولودين من بين النساء أعظم من يحنى المعمدان ويسوع أعظم من يحنى هؤلاء الثلاث الأعظم الأعظم اللي ما فينا نقارنهم في أي شخصية أخرى برضو يسوع هو الأعظم إلها قديرا إلها قديرا والوقت عم هيك خلينا نأخذ الشيء الرابع الآيب تكمل تقول أبو الأبدية أبو الأبدية لو حبينا نقولها بلغة أدق نقول أب الأبد أو أبو الأبدية ودي بتكلمنا عن وجود هذا الشخص الدائم هو مات على عودة الثليب لكن موته لم تكن نهاية الرواية قام من الأموات ناقدا أوجاع الموت جرد الرياثات والثلاثين جلس في يمين العظمة في الأعالي فهو فوق حدود الزمن هو ثرمدي هو أذلي ليس له بداية أبدي ليس له نهاية عن هذه الأمور تكلمني هذه الألقاب أبل أبد والكلمة الأخيرة ما أحوجنا نعاوز أتوسع فيها رئيس السلام بس أعتقد فيه مكالمة آه آه أوكي نزلت المكالمة كان في مكالمة أنا عاوز يعني ما أحوجنا في هذه الأيام لهذه الآية رئيس السلام له كل المجد فضل نعم هو مصدر التلام الحقيقي للفرد وللمجتمع وللعالم كله هو مصدر التلام للفرد من الآن يعني أي شخص من المشاهدين يشعر بالإضطراب ويشعر بالإنذعج يوجد من قال تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم دم من دلوقتي آه دم من دلوقتي يعني هو رئيس السلام هو مصدر السلام دلوقتي أقول لك نعم هو مصدر السلام دلوقتي سلام الله اللي بيفوق كل عقل بيحفظ أفكار وقلوب المؤمنين يمكن إحنا في فترة زي ما حضرتك أشرت في انضعاك شديد حروب اضطرابات أسئلة عند المتشككين وعند المؤمنين ليه الله بيسمح بكل هذه الأمور خليني أقول لك إحنا كالوبار طائفة ضعيفة نضع بيوتنا في الثخر والكتاب يكلمنا عن شخص المسيح باعتباره الثخر فهو رئيس السلام الكلام عن الوبار فكرني بمثابقة فنية اتعملت الوبار نوع من الحيوانات نوع من الحيوانات ضعيفة أكبر من الفار أصغر من الأرنب وبيحمي روحه في الثخر وبالتالي ما فيش أي وحش مهما كانت شرطه يقدر على هذا الوبار الضعيف لأنه حط بيته في الثخر إحنا مدعوين أننا نأتمن المسيح على حياتنا وننعم من خلاله بالسلام الحقيقي يعني هون إحنا بنتكلم دكتور مش عن أي سلام المصدر هو يسوع حتى الكتاب بسميه إله السلام إله السلام ووحدة من أسماء الله في العهد القديم أنه يهوى سلام نعم وفي قفش السنين لأنه هو سلامنا يعني هو المصدر هو السلام التلاميذ هم مجتمعين وقفلين الأبواب بعد ما المسيح تم تسليمه للأمم ليصلب وكانوا شعرين أنه خلاص جاي الدور عليهم لا محلة بسبب الخوف من اليهود لكن يأتي الرب في الوسط وده رئيس التلام يقول لهم تلاما لكم أشرت أنه كان فيه متابقة فنية عاوزين من خلال اللوحات يعبروا عن السلام الحقيقي اللي رسم طفل في حضن أمه بس خلينا أقول لك حتى الأطفال في أحضان أمهاتهم في هذه الأيام التعبة يلقون حدفهم لكن واحد ثور الوبار اللي هو الطائفة الضعيفة وكانت فيه أمواج ورياح وأمطار ووحوش لكن هذا الكائن الضعيف المحمي في الثخر إحنا مدعوين لأن نتمتع بالسلام من الآن لكن لو تتذكر في بداية الحلقة قلنا عجيبا ولدته مشيرا موته إلها قديرا قيمته هو كان مين يقدر يقوم نقدا أو جعل موت حتى لو أنت قلت لي أنه إلي قبل كذا أقام ابن أرمالة ثرف الطيدة قال ليش قبل كذا أقام ابن الشنامية أقول لك ولا واحد من اللي مات وتقول أقام روحه لكن المسيح لأنه إليها قديرا أقام نفسه من الموت لما قال لليهود وهم بيورو أبنية الهيكل قال لهم أنقذوا هذا الهيكل مش وأنا فيه ثلاث أيام أبنيه لكن قاله أنا فيه ثلاث أيام أقيمه كان بيتكلم عن هيكل جثد لما قال لي الثلطان أن أضعها كيف تضعها بالموت ولي الثلطان مش أن لا أضعها لكن ولي الثلطان أن أأخذها أيضا كيف تأخذها بالقيامة كيف يقيم نفسه الإجابة إلها قديرا فإن كان عكيبا بتكلمني عن ولدته مشيرا بتكلمني عن موته إلها قديرا بتكلمني عن قيمته أبو الأبدية بتكلمني عن وجوده الدائم الحالي مع المؤمنين هو قال ها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر فذا وجوده الدائم فأرى في رئيس السلام أخيرا تكلمني عن مجيئه عندما سيجي مرة أخرى سيحل السلام الحقيقي الناس النهاردة بتدور على السلام تعمل مؤتمرات للسلام بيدعو على أثامي بعض المدن مدينة السلام لكن السلام الحقيقي مرتبط بمجيئ الرب أخد مكالمة سريعة من الأخت فريال من إنجلترا أهلا وسهلا أخت فريال انت معانا على الهواء أخ نزار سلام ونعمة المسيح معاكم مع الدكتور عاطس دكتور عاطس الرب باركك أنا دائما أسمع وعبراتك على اليوتيوب أنا بس حابة أقول أنه الرب يسوع المسيح أضيف أنه هو له كل المشد قبل السجود لمن كان كان الشيك لمن الرب يسوع شوفه آثار المسامير فسجد له وقال له ربي وإلهي وبعدين الرب يسوع المسيح له كل المشقال بفمه الطهر في إنجيل متى إسحاح سبعة عدد واحد عشرين ليس كل من يقول لي يا رب يا رب يدخل ملكوت السموات بل الذي يفعل إرادة أبي الذي في السموات كثيرون سيقولون لي في ذلك اليوم يا رب يا رب استرر مرتين الرب له كل المشق أنه هو الرب فإحنا نصلي أنه الرب يفتح العيون وينمس القلوب أنه يعرفون ويؤمنون أنه الرب المسيح له كل المشق هو رب وليس نبي من الأنبياء أو رسول أو إنسان فقط والرب ليعطيهم الحياة الأبدية ويكون ربهم وإلههم ومخلصهم أصلي باسم يسوء شكرا والرب باركم شكرا كتير أخت فريال على المداخلة الحلوة ربنا يباركك ويعني إحنا تكلمنا عن هاي الآية اللي كملتها على فكرة بآية سبعة نعم واللي يعني يعني هي بتكمل نبوه الملاك لما بشر المطوبة مريم مكتوب لنمو ورياسته وللسلام لا نهاية لا نهاية على كرسي داود وعلى مملكته ليثبتها ويعضضها بالحق والبر من الآن إلى الأبد وهذا بيتمشي مع الكلمات اللي أنت ذكرتها إنه الديمومة إنه أب أبدي إله قدير أب أبدي نعم أو أبو الأبد إنه دائم معنى إلى الأبد لا يعتريه تغيير ولا ظل دورا زي ما بتتكلم عنه رسالة العبرانيين اللي في أولها في أصحح واحد شهادة الآب عن المسيح وفي آخرها أصحح ثلاثتاشر شهادة روح القدس عن المسيح شهادة الآب عن المسيح يقول له أنت أنت والثنوك لا تنتهي هو هو ما بيضغيرش وهكذا كانت شهادة الروح القدس عنه في آخر أصحح في الثالة العبرانيين يثوع المسيح هو هو أمثا واليوم وإلى الأبد الآب بيقول له أنت أنت وروح القدس بيقول عنه هو هو أبو الأبدية رئيزة الثلام دكتور أسامة إحنا بنعرف إنه كل هاي المواصفات هي مواصفات كمان اللوها ولكن حبيت شيء اللي هو مناسب مع الأحداث اللي عم نشوفها ونسمعها في هذه الأيام اللي هو إنسانية المسيح بشريته إنه تعاطف مع الجنس البشري نعم في كل شيء طبعا مع ذا الخطيئة ف يعني ممكن نتكلم عن قدرته عن صفاته عن طبيعته عن هويته عن شخصه نحتاج كل الأبدي لأنه هذا العقل شوي تطراب محدود ولكن خلينا نتكلم في الشيء اللي إحنا لمسناه في المسيح إنه كان بيصنع خير كان بعالج الناس كان بيشفي كان بيحرر كان بيتعاطف مع البشر في كل دقاتهم في كل ظروفهم ويمكن هذا الشيء اللي مش شايفينه في الشرق الأوسط من خلال الحرب والدماء وصفك الدماء مش شايفين صورة المسيح الإنسانية اللي بيتعاطف مع البشر إيه الرسالة اللي ممكن وصلها خلال هذه الأيام الصعبة خلال هذه الأيام من خلال هذه الآية لما يقول لي أبو الأبادية رئيس السلام أبو الأبادية يعني وجوده أنا بكتاث في الدقات لكن لست وحدي لا أخافه شرا لأنك أنت معي طب أنا ممكن يكون معايا كمان من الأحباء هقولك ممكن يكون معايا من الأحباء وممكن يغيبوا بس حتى لو موجودين هيبقى لهم التأثير والفاعلية في أنهم يدخلوا الثلام إلى قلبي ففكر اختبار بوليس لما قال في احتجاجي الأول في جلسة المحاكمة الأولى لم يحضر أحد معي لم يقف أحد معي الجميع تركوني فإن كان في واحد عرضة أنه يتحط في موقف زي اللي تحط في بوليسة وترك من الجميع ترك من الأقرباء والأحباء والخل الوافي يظل الرب ويقف معي لا يخيب أبدا هناك من يغيبهم الأحقاد والكرهية هناك من يغيبهم الموت هناك من تغيبهم الظروف لكن الرب لا يخيب أبدا عن كل واحد منا ليس ببعيد لكن يقول مش بث وقف معي يقول الذي وقف معي عمل إيه كمان وقواني أي وجود الرب معي له تأثير وله فعلي خليني أقول أبو الأبدا وجوده رئيس التلام تأثيره وفعليته وده المل قلب الفتية الثلاثة بالأمان والطمأنينة قالوا لا يلظمنا أن نجيبك عن هذا الأمر اتسألوا هينجيكم من أتون النار قالوا له لا يلظمنا أن نجيبك عن هذا الأمر لنا إلهنا اللي احنا بنعبده والنتيجة اللي بنشوفها رائعة وواضحة لم يتخلى أبدا الرب عن أثقياءه والنار ما كان لهاش قوة عليهم يقول لنا كاتب العبرانين في أثحة 11 الذين بالإيمان أطفقوا قوة النار فالإيمان بهذا الشخص العجيب المشير الإله القدير أبو الأبدية رئيس التلام الإيمان الحقيقي بهذا الشخص يمنحنا التلام أياً ما تكون الظروف اللي احنا ما حتوطين فيها حتى لو كنا في أرض المعركة آمين آمين دكتور أسامة يعني مش عارف كيف أشكرك وإن شاء الله أنه بتزورنا في مرات قادمة والرب يستخدمك فعلاً يستخدمك في الرسائل المباركة يعني مثل ما شهدت الأخت آمين ويكمل عمله في حياتك شكراً جزيلاً عاوز أقول في الختام أحبائي وهي كلمتي بحكيها بكل أمان اللي كل واحد بشاهدنا في الشرق الأوسط الشرق الأوسط لا يحتاج إلى رجال دين اللي خرى ببيوتنا في الشرق الأوسط هو الدين مبارح كنت بتكلم مع واحد إيراني قال لي المشكلة دائماً دين في الشرق الأوسط بدخله الدين في كل شيء في القتل بدخله الدين في النصرة بدخله الله في الموضوع اليهود إسرائيل تحتاج إلى يسوع المسيح المسيح المخلص الموعود به الإسلام حماس سواء فلسطين سواء بالضفة أو في غسة تحتاج إلى يسوع المسيح المخلص ليس بأحد غيره الخلاص صدقني كل ما نشوفه هو دمار بدمار هلاك بهلاك ومكتوب عن الشيطان كان ذاك قتالا منذ البدء من البدء هاي صفة طبيعة الشيطان وعمله هو إرهابي الصارق الإرهابي هذا المعنى لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك أما أنا قال يسوع أما أنا أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل بلادنا في أمس الحاجة إلى يسوع المسيح والغريب أنه أكتر شخصية وهذا الشيء المؤسف تهاجم هو شخصية يسوع المسيح في نورث أمريكا في شمال أمريكا وفي أوروبا وأستراليا يهاجم المسيح من كل نوعيات الناس في الشرق الأوسط هوية يسوع يهاجم وبعدين نقولك شو الحل وشو العلاج ومن أين السلام السلام هو من رئيس السلام من مصدر السلام من إله السلام الذي قال سلامي أترك لكم سلامي أعطيكم ليس كما يعطي العالم العالم يقدم سلام محدود سلام مؤقد سلام يمكن سلم هدني عشان ما يكونش حرب ولكن مش من جوه مش سلام داخلي أنت تحتاج أن تتبرر بيسوع المسيح حتى تحصل على هذا السلام العجيب السلام الدائم في حياتك مرة تانية كفل العنف والقتل والذبح والكذب وكله هذا يستخدم باسم الدين أنا بدعوك اليوم تعال إلى الرب يسوع المسيح رب السلام إله السلام رئيس السلام مصدر السلام هو اللي بيعطيك السلام الحقيقي وصلي من كل قلبي أنك تدعو يسوع الآن أن يأتي إلى حياتك وإذا محتاج لمساعده تواصل معنا والرب يباركك اشتركوا في القناة